المزيد تطلع عليه مراسلة تليفزيون المصري جرمين إبراهيم بعد التحية نتابع معكم تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقد رئيس مجلس الوزراء وانتهى منذ قليل للحديث عن ما تم وما قامت به الدولة من خطوات في إطار برنامج الطروحات الحكومية وأيضا خطط الدولة خلال الفترة المقبلة جاء هذا المؤتمر بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي وإحدى كبرى شركات القطاع الخاص وذلك من أجل تشغيل وإدارة وتطوير سبعة فنادق تاريخية كما أكد رئيس مجلس الوزراء في هذا المؤتمر أن الدولة تولي اهتمام كبير ببرنامج الطروحات الحكومية باعتباره إحدى أدوات تمكين القطاع الخاص وأيضا من أجل يعني زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الدولة تقوم تشجيع القطاع الخاص على الدخول في الشراكة وفي تنفيذ وتطوير عدد كبير من المشروعات وذلك عبر تقديم تسهيلات وحوافز وأيضا العمل على حل المشاكل التي تواجه المستثمرين إلى جانب أيضا العمل على وجود تعديلات وإيجاد تعديلات في قانون الاستثمار أيضا خلال هذا المؤتمر أكد رئيس مجلس الوزراء أنه كان فيه اجتماع سابق تم بالأمس مع مؤسسة التمويل الدولي وهي المؤسسة التابعة للبنك الدولي لتناول ما تم أو ما يتم من شراكة بين المؤسسة والحكومة في إطار تنفيذ برنامج التروحات الحكومية بيعتبرها مستشارا استراتيجيا للحكومة في تنفيذ هذا البرنامج والذي سستمر هذه الشراكة حتى ديسمبر عام 2024 وأيضا تم الحديث عن أنه خلال الفترة القادمة بيتم التخطيط لإدخال قطاعات جديدة جاذبة للمستثمرين تحدث رئيس مجلس الوزراء عن قطاع المطارات وقطاع الاتصالات وقطاع البنوك والتأمين وأيضا تم التأكيد في خلال هذا المؤتمر أن الدولة استطاعت أن تحقق ما يقارب 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي أو الجزء للحكومة في 14 شركة أيضا بنشير أنه برنامج الطرحات الحكومية هو جزء من بثيقة سياسة ملكات الدولة والتي تم طرحها في ديسمبر عام 2022 والهدف منها هو تحقيق نمو اقتصادي ويقعد عليكم مرة أخرى في الاستوديو ترجمة نانسي قنقر